ما هو فيروس كورونا المستجد؟ وكيف نحمي أنفسنا منه؟ ظهر الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان في الصين ثم انتشر داخل الصين ووصل إلى أوروبا والشرق الأوسط وينتمي لعائلة مكونة من سبعة أنماض لفيروس كورونا وهو من الفيروسات المسببة لعدوة جهاز التنفسي العلوي ينشأ الفيروس أولا في الحيوان ثم ينتقل إلى الإنسان ينتقل الفيروس من إنسان لأخر عن طريق الإختلاط المباشر من خلال الرذاذ الناتج من العطس أو السعال أما عن أعراض المرض الرئيسية فتشمل ارتفاع في درجات الحرارة السعال وضيق التنفس قد تتطور الأعراض وتصل إلى الالتهاب الرئوي أما عن طرق الحماية وتقليل فرص الإصابة فتشمل غسل يدين جيدا بالماء والصابون تغطية الأنف والفم عند العطس الطهي الجيد لللحم والبيض تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض مثل السعال والعطس تجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة إذا شعرت بأخذ أعراض الفيروس توجه الأقرب مركز صحي ومستشفى نتمنى السلامة لجميع مع تحيات قسم الإعلام والتوعيات الصحية